السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الأشياء الأربعة التي يجب أن لا تتركها أبدا طوال حياتك نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أربع حاجات او حد فيك ويسيبها أبدا طول ما هو عايش في هذه الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى والكلام للرجال وللنساء ايه هم الأربعا؟ رقم واحد لا تترك الدعاء فتحرم الاستجابة وتحرم من خير الدنيا والآخرة قال جل وعلا وقال ربكم دعوني أستجب لكم ثم قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي ولذا علق النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح فقال الدعاء هو العبادة الله أكبر الدعاء هو العبادة لأن فيه انكصار وتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى العبد ينكسر بين يدي الله ويذل نفسه بين يدي الله وذل العبد بين يدي الله هو قمة العز لهذا العبد بفضل الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وكماله ويقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح يعني تتكرر الأسئلة الثلاثة لحد ما يطلع الصبح بفضل الله سبحانه وتعالى إذن اوعى تترك الدعاء وإوعى تترك الدعاء بل الإنسان إن أراد أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب لابد أن يكثر من الدعاء عند الرخاء وناس فهمة بقى الموضوع غلط إننا ما تعيش إلا لما أعب في أزمة أو يحصل لمشكلة أو يجين مرض عفاكم الله جميعا لا بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب فليكثر من الدعاء في الرخاء الله أكبر تب أنت أعد وإنت أعدى في معافاة وسلامة وصحة وعافية ومال وتكثر من الدعاء والتذلل بين إيدي الله فالله يكرمكم ويزيدكم من فضله سبحانه وتعالى جب أول حاجة لا تترك الدعاء فتحرم الاستجابة وتحرم من خير الدنيا والآخرة رقم اثنين لا تترك الاستغفار فتحرم من النجاة من النجاة في الدنيا بل وفي الآخرة المولى عز وجل جعل للبشر نوعين من الأمان الأمان الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين البشر في الأرض والأمان الثاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستغفار قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولذلك كان كل نبي يكذبه قومه كان المولى عز وجل يصلت عليهم عذاب الاستئصال فكلا أخذنا بذنبه وتتنوع أسباب الاستئصال حتى تعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال إكراما للحبيب المصطفى وأجل عذاب الكفار إلى يوم القيامة إذن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم طب مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله أكبر ولذا جاء في الحديث العجيب الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أهوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فرد عليه المولى عز وجل وقال وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني الله أكبر وفي الحديث الذي رواه البايهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة وفي رواية من صره أن أو من أحب أن تصره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار لأن بالاستغفار تغفر الذنوب تأتي الصحيفة خالية من الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن من قال سيد الاستغفار له اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخري من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة ومن قاله بالنهار في الصباح يعني تقوله في أذكار الصباح وأذكار المساء ومن قاله بالنهار موقنا به فمات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة يبقى رقم اثنين لا تترك الاستغفار فتحرم من النجاة رقم ثلاثة لا تترك ذكر الله فتحرم ذكر الله لك أو تحرمي ذكر الله لك سبحانه وتعالى وجل جلاله قال تعالى فاذكروني أذكركم كلام واضح ولذا قال أحد السلف والله إني لأعلم متى يذكرني الله عز وجل قالوا كيف ذلك قال أما سمعتم قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم فإذا ذكرت ربي ذكرني ربي ولذا قال جل وعلا في الحديث الكدسي قال جل وعلا عبدي إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من ملأك يعني لو ذكرتني بين الناس ذكرتك بين الملأك بفضل الله سبحانه وتعالى ولذا قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فالذي يذكر ربه حي بين الناس والذي لا يذكر ربه ميت لكنه يلبس مسلاح حي يا سبحان الله ولذا في الحديث الجامع الذي يعني أراه من يعني حاجة سبحان الله تشجع القلب فعلا على كثرة الذكر بفضل الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم أي في درجات الجنة وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو إيه الفضة وخير لكم من أن طلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كإن السحابة استغربوا زي ما حضرتكم استغربتم معقولة في حاجة أفضل من كل ذا قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى الله أكبر عاد لكم الحديث بقى على بعضه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن طلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى يبقى رقم واحد لا تترك الدعاء فتحرم الاستجابة رقم اثنين لا تترك الاستغفار فتحرم من النجاة رقم ثلاثة لا تترك ذكر الله فتحرم من ذكر الله لك رقم أربعة والأخيرة لا تترك الشكر حتى لا تحرم من الزيادة قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم وأنواع الشكر كما تعلمون ثلاثة أنواع شكر بالقلب إن انت تبقى عارف وانت تبقى عارفة إن اللي انت فيه ده نعمة فتقر قلوبكم بإن دي نعمة وأنها من عند الله سبحانه تعالى ده شكر القلب النوع الثاني شكر اللسان وأما بنعمة ربك فحدث لكن مش لازم تفاصيل حد بيسألك أو بيسألك أخبركو المادية مثلا الحمد لله مصطورين مش لازم بقى تقول الحمد لله وعندنا مش عارف كم سبيك الدهب وكم عربية وكم عمارة فتحسد وعيازا بالله إنما تقول الحمد لله فضل ربنا مغرأنا الحمد لله رب العالمين إحنا يعني بفضل الله ربنا أسبغ علينا من النعم ما لا يختر على قلب بشر ربنا أكرمنا الحمد لله رب العالمين وهكذا وأما بنعمة إيه وأما بنعمة ربك فحدث النوع الثالث هو شكر بالجوارح والأركان اللي هو قول المولى عز وجل اعملوا آل داود شكرا ولم يقل تكلموا آل داود شكرا والمقصود بآل داود هو داود نفسه عليه السلام ولذا عمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في الصعيحين أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام صدثه الله أكبر يبقى إذن ما هي الأشياء الأربعة التي يجب أن لا تتركها أبدا طوال حياتك اوعى تترك الدعاء فتحرم الاستجابة اوعى تترك الاستغفار فتحرم من النجاة اوعى تترك الذكر فتحرم من ذكر الله لك اوعى تترك الشكر حتى لا تحرم من الزيادة والكلام للرجال والنساء أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته